العد العكسي للسباق إلى البيت الأبيض بدأ نتحدث عن 87 يوما فقط لإجراء الانتخابات الرئاسية رقم 60 ولكن 6 ولايات فقط هي رئيسية تعرف بالمتأرجحة وتحسم هوية الرئيس بمعنى ساحة المعركة في الوقت الحالي هنا هارس تقول إن ترامب ليس لديه فرصة بالفوز في الولايات المتأرجحة لكن ماذا تقول الأرقام وفق بولينج بلاس وهي من أكبر منظمي استطلاعات الرأي في الدورات الرئاسية نتائج الاستطلاعات التي أجريت من السادس إلى الثامن من أغسطس تكشف العكس ترامب تقدم على هارس كما نشاهد الأحمر طاغا على الأزرق سنفصل أرقام كل ولاية نبدأ مع أهم ولاية متأرجحة وهي ولاية ويسكنسون ترامب تسعة وأربعون في المئة هارس ثمانية وأربعون في المئة في ولاية بنسلفانيا ترامب يتقدم بنقطتين في أريزونا أيضا تقدم ترامب في نقطة واحدة ننتقل إلى الولايات الثلاث الأخرى في نيفادا تقدم ترامب بثلاث نقاط في نورث كارولاينا الفارق أربع نقاط وفقط من مجمل الولايات الست تقدمت هارس على ترامب بنقطتين في ولاية ميشيغن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر